لا زالت خدمات المناطق الجديدة تنتظر تحركا حكوميا ولا تزال مدينتا صباح الأحمد والخيران سكنيتان مع وقف التنفيذ متابعة مجلس الوزراء للمشاريع الإسكانية خلال الاجتماع الأخير الذي أصدر فيه حزمة من القرارات لخصها بتكليف الجهات المعنية بالتنسيق لإيجاد الحلول العاجلة لمعالجة مشكلة تجمع المياه في المدينتين وإعداد تقرير كل شهرين حول سير عمل تشغيل الخدمات العامة التحرك الحكومي تضمن تكليف وزارتي التربية والصحة بإعداد تقرير مفصل عن وضع المدارس والمستشفيات في المدينتين إضافة لقرارات أخرى تضمن التحرك السريع لحل المشاكل العالقة في خطة التنفيذ قرارات مجلس الوزراء قابلها عدد من نواب مجلس الأمة بالمطالبة لبدء العمل فعليا وبمزيد من السرعة والجدية لتكون الخدمات واقع ملموسا يراه المواطن الرقابة البرلمانية تحركت باتجاه توسيع نطاق الخطة الحكومية لتشمل مدنا أخرى مثل الوفرة في وقت لوح به بإمكانية اللجوء إلى جميع الأدوات الدستورية المحاسبية إذا تأخرت التحركات التنفيذية عن توفير متطلبات المواطنين في تلك المناطق لتلفزيون المجلس أحمد الشمري ترجمة نانسي قنقر